مفيش أنيسة بتتخيل أني جيلها مرض من أمراض الناس بموت مليون مرة في اليوك كاني أحساس صعب أنك ممكن تروح ومترجعيش ليه المرض ده بيجي للبنات؟ ليه؟ أنا كنت فائدة الأمل كده كده ميتة أنا كنت جاية موضعة كل حاجة حتى صحابي على الفيس وإخواتي حتى موضعة نفسي يعني مسلمة نفسي لله ده أنا كنت بنام بالأرض حتى السرين مش قادر أنام فيها ما كنتش بأكد فترة روحي يعني بين الوضع الوضع برجع في سحونة ألم في الرأس في الأسنان في كل جسمي ده أنا حس أنه ما فيش مكان إلا بيقلمي ما قدرتش تحمل والله العظيم ما قدرت أتحمل الألم ما فيش موجود مع الحبوب بدون حبوب الألم موجود كل اللي نروح لأيه قولي إلا ما تتجاوز إلا ما تتجاوز أخر واحد تجل إيه؟ ما بيهاش إلا جل ما تركي بيها أمريكا ما فيش ما فيش أي جزائر أنا جيت بيها علشان شفتها حتى تتعزز آلام الأنسات كيف يتم التعامل مع الآلام المختلفة للبنات سواء في سن الطفولة عندها 12 سنة لقيت بقى نزل دمي من النزيب كانت البريف عندها متلغبطة أسبوع متخلص المتحنان لقيت بقى نزل دمي من النزيب كبتعدت من سنة بالزرق ووجانها زي النزيب عالكتها شهر بالزرق وبعد كده وجهت الزرق أو سن المراهقة يعني ماما لحظت حاجة غريبة بتنزل وأنا عنزل بريف أو سن البلو هل هناك من يستمع بجدية لآلام البنات؟ كتاب تأني أكثر وكتر وكتر وبنبه هل أكثر أدرع مش قلت بتعمل أي حاجة بحس كتب واجعة ظهري ومس جنبي مورى جمزي ممين ومورى جمزي شمات وشبارك أقولك نفسيه مشبارك أتحرب كويس بدت الألم تزيد تنتقى المنطقة المنطقة لدرجة اللي كنت استطيح على السرير دايماً واجع جامد أثناء أكبرية التحديداً وكانت بتنزل بنزل شديد أزيف جامد أثناء الدورة الشعرية ومورس جامد بالحوض والبطن بحس بالمورس وواجع كان الواجع خذيع وجوايا ما كنتش بستحن ما كنتش بقدر عمل أي حاجة ألم وهيب خالص يعني بعض بيهم كله وأرجع لغاية اليوم ما ينتهي كان بيجي لها الطعب المورس بيجي لها الطعب المورس بيجي لها الطعب الألم غامض والزيدة على مغسكة يعني بهدلت بشراحة أول طعب شديد يعني كان بيبقى فيه واجعة في بطني أثناء الزيب قبلها وبعدها كان الواجع غير عادي عندي ما كنتش بقدر آيكل ما كنتش بقدر آياتكلم ولا تنفس ولا تحرك في البيت على طول نايمة وكانت بيجي بواجع شديد كان عندي ألم شديد الأول كان في جنبي وكان مرتبط بالدورة وبعد كده بقى مستمر أتبحس أنه أنا عايزة أرجع والذي يوجد لي وضعيني مش مستحمل ألم خاطن مش بسيناك كيف وكانت كنت أعاني من نزيل جانب أثناء الدورة الشعرية وما راح جانب للحوض والبطن قل لي دي بطانة والبطلة هي يعني يعني دي بطانة المهاجرة قل لي لمهاجرة ولسف كان عندي زيز عندي بطانة الرحم المهاجرة بقالي كتير بعاني منها وحسا أنا بيمشي بالحوض لغاية الظهر لغاية بيسمي كله رجعت الألام شوية 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 لغاية لما وصلت لأننا خلاص مش قادرة أتحمل فقلت طبعا ما أنا عايزة أشيل المباعد عايزة يروح أي مكان أي دكتور با يشيل لي وأنا خلاص مش قادرة أتحمل ما هي المفاهيم المختلفة في المجتمع التي تعوكوا التعامل المبكر مع مشكلات البنات تضح أن أنا عندي ثلاث تلقيفات وكل ده كل ما رفتني دكتور يقول لك ده عادي بس طالما أنت مش متجوزة وطالما ما بتدوريش على حم أن أنت ممكن تعودوا فترة على كده في دكتور نيسا عم بقى جرمي في واسمة عارة في واسمة عارة كأنها لما هتروح يبقى ممكن تكون حامل عم بقى مش قادرة بقارة قال لي ما فيش خيار أني أنا عايزة أعمل عملية وشن المجد يا إما تجاوزيها وهو تكيس فيها الدكتور قال لي أن أنا عندي حاجة زراحة مبس مشاينة فايتشال غلما يتحاش الواشاء البقارة بقى بتكتر منفحش النظار قال لي لا لو حد عمل نظار هو أخر من راحة قال لي هي بنته أنه صعب نعمل عملية دلوقتي وأنه تفضل كده تعيني طبعاً كان كلما تدخل الطايلت الموضوع كان بيزيد وأنا بحس بحجم الكيس ده كان بيكبر أكتر طب أعروح أكشف توفيق إيه ما فيش أي حاجة طول ما أنت بنت ما تقدعيش لما تتجاوزت بدا إيه دورتش كان هما في الأول فاكرين أن ده عادي يعني أو عشان أنا جسمي ضعيف شوية ما ينفعش تروح للدكتور نيسا ودعيب وده ما ينفعش بس هو ملهوش أي علاقة أنت بنت ما بيجيش جنب أي حاجة واللي جوزيها وهاتي هالي هنعملها عملية عشان عملية همتك كل البيت رافض يعني حملين جايين حدش خالص يعني الموضوع كلها لأنه بالنسبة لنا ده حاجة سوم عام كل حاجة ممكن تسوريا ممكن لو قللك دي فيها حاجة مش هتخلف دي عفشة وراحوا بها بقان مثلا حامل حالي زوحة حامل أو حالي زي كده تفكير بيج يعني غلط أن أنا مستنىها تتعذر بالدهم ونقول لها ما تتجوز تابت باجا أن أنا أدور المشكلة تاني رفت طبعا يعني ما عملت إزاي أي أم تاني مثلا أقول لا دي بنت ومش هروح للدكتور نيسا لا أنا ما عنديش الكلام ده أنا وانت لا هروح للدكتور يعني أمرار نيسا وكلا وهشوف عندها إيه لماذا تحتار البنت بين التخصصات للوصول إلى التشخيص المناسب؟ من دكتور لدكتور لدكتور كل دكتور يدوني حبوب مانا الحمد إدخلوا لي المستشفى عملوا لي صنار قالوا لي في حاجة على أقدار الرحم حاجمها صنطي في صنطي بس إحنا مش قادريني حد لها إيه قالتلي البطانة دي ما وصلنا لهاش لعلاج نهائي عشان الواحدة تستريح منها كل أغلب الستات بتعاني منها فما فيش علاج ما إما إنك تاخد المضايف وتبقى الرحم زي الحنافية اللي ما بتطلعش مياه ما حدش عارفك واحد قال لي عندك الهرمونات بتاعت جسمك مش منتظمة واحد قالتلي عندك بطانة الرحم سميك واحد قال لي لا أنت ما عندك انتهبات في المهبل فأعراض كتير وعلى طول باخد أدوية غلط وبعد كده الواجهة ابتدى يتطور معي ما بقاش في بطني بس طلع على جناية تدوني تلات شهور ده وأملح للكلة وأنا ما عندش أملح أصلا فطلعت حاجات وروحت عندك كذا دكتور بس كانوا أجمعهم هو أنهي عمليه الدكتور قال لي أنا مش عارف يمكن تكون أوروه روحت عندك كثرة كتير وقالولي الرحم للون الورن في الطنت الرحم ولو جنا نعمل العملية وكده هنشيل الرحم عملك كل الفحصات اللازمة ليها كل فحصي يقول لي لا ما كنتمش أي حاجة يا بس هرموناتها بس ما اكتماليتش لي مش عارف ايه الكلام ده فكل ما روح للدكتور يقول لي إن هي أملاح أملاح مش عايزة أقولي إن أنا كنت كل شهر عندك دكتور شاكل نظار إيه اللي تعمليه البنت عندها 17 سنة البنت زي الفل مفهاش أي حاجة وهتخف وما تقلقيش كنت بودها للدكاترة اللي يقول أملاح اللي يقول لي قولون اللي يقول زايدة للدكتور الجراح فجال لي دي مش مرارة ده عندها كيسة عن مبيض 9 سنتي ما أهمية الكشف المبكر للمشكلات عند البنات يعني ما تنقش معاه في أي حاجة يعني ما تنقش معاه في أي حاجة يعني إن مؤلف حانش قلتها عارفها ليه قال كده؟ لأن حدد الأورام وأحجامها تضخم لبراجة إنه واخد كل كنتور البطل واخد لغاد الحجام الحاجز فهيخش إزاي ده يعني كل حد هيفكر إنه لازم يفتح البطل كمان بطول عشان يعرف في سيطر على الأورام دي فشو في أجلين نحنا بنتأخر بنتبق إحنا المريض والطبيض في ورطة اللي اتنين في ورطة يعني المريض مش هاوز يسمع كلمة إزاي أنيسها هتشير رحم وما هي المشكلات التي تحدث عند التأخر في التشخيص والعلاج؟ تعبت جامد روحت طارق قالوا اللي هي اشتباه في زيدة وكنا فعلا خلاص هندخل الزيدة الدكتور قال لنا اللي هو ممكن يبقى حاجة في الرحم راح قال اللي هي مجرد أكياس شوكولاتة صغيرة على المبايض دكتور تاني قال لا العملية لازم تتعامل بكرة وكلام ده وما هي التقنيات الحديثة للتعامل الجراحي مع مشكلات البنات؟ بس الحمد لله مجرد أحسن بكتير جراحي عشان جراحي الصغير قوي مشكل أقل كتير في كل حاجة الحمد لله باش موضة تانيين من العملية الحمد لله إنها أحسن كتير يعني الحمد لله قالوا اللي لازم يتعمل جراحي وقتهم عايزة أعمل منظار بعد كده قالوا لا ده أورام لازم علشان كده يحصل عملية تنظيف طريقة إن أدخل بنتي في قط العمليات فتح بطن قصرية على أساس إن هي أورام بعدين حصلت المفاجأة إن هي طلت إكياس دموية طبعاً أنا ندمت لدن كبير إن أنا فتحت بطنها وعملت لعملية قيصرية وهي كانت شلت بالمنظار الأنبيبة هي منتفخة مرتشحة وهنا المرارة كبيرة شوية دخلنا بالمنظار وورا من ليه في عنيف اللي ماشي عليه الأوعية الدموية دي وبعدين عندنا واحد تاني ممكن بيحتفالي كتفي واحد تاني في ظهر الرحل عشان بيقوله مثلاً بنتي تستمت تسجد كيسينج أوبريس مش داخلين عشان نشيل عشان نشوف الأول مدى انتشار المرض إزاي عشان كده للمنظار يا دكتور سيد طب هتعملوا المنظار إزاي في وجود النزيف وانطلع هاخد النزيف ده هو الأثر اللي همشي وراه يعني ممكن نقلل نعمل منظار لأنيسة طبعاً يعني عندنا بنت هيا حل نعمل تدخل بدون شكوى منجرد اللي إحنا لقينا ولا نستنى اللي ما تتجوز هل يحتاج المجتمع إلى توعية أكثر بمشكلات البنات وضرورة التدخل المبكر؟ ده بقوله بنادي دايماً وهقول النازل يبقى فيه يوم للفتاة المصرية والعربية إن نبقى فيه يوم كل المستشفات شغالة على الكشف المبكر للأنسات من أي أمراض متوقعة وبالتالي نحط الكاتيدل ونقول والله دي عندها أورام نسية هنتباحها دي أعملها لطلاح المؤجرة هنتباحها دي محتاجة عملية دلوقتي دي محتاجة بعدين ونفسر للأهالي فيشعروا إنه بناتهم بقى في منظومة كاملاً إن البنت دي هتباع الأم من العار في منظومة طبية تبقى محترمة داخل مصر وإلى الآن لسا بنات تبقى موجودة تسأصل أرحمها اشتركوا في القناة